ضمن مساعي سموه الدائمة لرفض إمارة الشارقة وكافة مدنها بأحدث المنشآت الأكاديمية وصروح التعليم قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بجولة تفقدية على مشروع المباني الجديدة لجامعة كلبا واطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة على أعمال الانشاءات في المباني والمرافق الجديدة التابعة للجامعة وأبرز التحديثات التي تمت مستمعا سموه إلى شرح مفصل حول سير العمل ومدى التقدم وأبرز الخدمات التي ستوفرها الجامعة لمنتسبيها من طلبة وأعضاء الهيئتين التدرسية والإدارية ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بإضافة مجموعة من المرافق لجامعة كلباء كمجموعة من الملاعب والمسابح والصالات الرياضية لخدمة الطابع الرياضي للجامعة بالإضافة لتوفير التدريب العملي للطلاب على أن تكون جاهزة اعتبارا من العام التالي لموعد افتتاح الجامعة المقرر في سبتمبر من العام 2023 رفق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الجولة التفقدية كل من الشيخ هيثم بن سقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء وعلي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة وسليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات والدكتور علي عبيد الزعابي مدير جامعة الشارقة فرعو كلباء وعدد من المسؤولين ومهندسي المشروع